اشتركوا في القناة وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن مشاركة وزير الخارجية تأتي في إطار التطور الذي يشهده مصار العلاقات المصرية التركية خلال الفترة الأخيرة وحرصت دولتين على عودة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها بشكل كامل بما يحقق طموحات الشعبين المصرية والتركية حرصت السيدة الأولى الأمريكية دكتورة جيل بايدن على أن تستقبل إشراقة شمس عامها الجديد اليوم السبت الثالث من يونيو 2023 خلال زيارتها الحالية لمصر بزيارة الأهرامات في الجيزة وتمثال أبو الهولة والتي وصلت إليها منذ دقائق واستهلت قرينة الرئيس الأمريكي الجولة بزيارتها تمثال أبو الهولة وتأتي زيارة السيدة جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي لأهرامات الجيزة أعظم عجائب العالم القديم السبعة تزامنا مع ذكرى ميلادها في الثالث من يونيو عام 1951 وجهت دكتورة نيبين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أعضاء البعث الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي برئاسة أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلية برفع درجة الاستعداد القصوى وتقديم أفضل الخدمات وتذليل أي عقبات لكي يؤدي حجاج الجمعيات الأهلية المناسك بسهولة ويسرى مشيرة إلى أن هناك وفدا من أعضاء البعث الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي سيسبق وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لاستلام الفنادق ومراجعة جميع التفاصيل قبل وصول الحجاج إلى المملكة العربية السعودية وتسلمت وزارة التضامن الاجتماعي من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية وعددهم 5250 ألف حاج هذا العام الأوراق والمستندات المطلوبة تمهيدا لإصدار تأشيرات الحاج خلال الفترة المقبلة يضع السوسرية مارسل كولر المدير الفني للنادي الأهل اليوم السبت روتوش الأخيرة على قطة تفريقه لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها تسعة مساء غدا الأحد باستاذ القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دور أبطال إفريقيا ويخوض المارد الأحمر ميرانه الأخير باستاذ التتش الليلة ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة استعدادا للمباراة أخيرا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت خفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتروح من 4 إلى 5 درجات ليسود تقصنا معتدل في الصباح الباكر حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل للحرارة ليلا على جميع الأنحاء ومن المتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح محدود مع وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وبالنسبة لي درجات الحرارة اليوم السبت القاهرة العظمى 34 الصغرى 21 إسكندرية 27 الصغرى 20 مطروح 26 الصغرى 18 سهاج 41 الصغرى 26 إنا 42 الصغرى 27 وأسوان 43 والصغرى 29 درجة مشاهدين قدمنا لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم أخبار اليوم ومتواصلون معكم في تقطة إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضراتكم وإلى اللقاء